قالت وزيرة الدفاع الألمانية أن ألمانيا ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جويا من طراز A-R-A-S-T إلى أوكرانيا في غضون أيام وعلنت برلين أن قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولدمر زيلنسكي سيجرون محادثات طارئة غدا لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لزيلنسكي أكد تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى مع بلاده كما ستبذل ألمانيا كلما في وسعها لحشد مزيد من الدعم